حكاية بذرة سقطت ثمرة على الأرض في أواخر فصل الصيف وكان بداخلها بذرة عند حلول فصل الخريف كانت البذرة وحيدة داخل التربة وفي يوم من أيام خريف سقط المطر وأخذ يضرب بشدة فاستيقظت البذرة من سباتها سألت البذرة ما هذا؟ من أيقضني؟ أجابتها التربة إنه المطر الأول استيقظي من سباتك وابدأي حياتك الجديدة البذرة إني أشعر بالجور التربة حولك مفصل غذاء يزودك بالماء والهواء والشمس أكلت البذرة من الغذاء الذي حولها وفي كل يوم كانت تنمو قليلا وجاء يوم مشوس جميل الشمس أهلا بك نبتة جديدة أيتها البذرة الجميلة سأمنحك نوري حتى تصنع الغذاء اللاسم لنموك لتصبح نبتة بالغة مزهرة وبدأت النبتة الصغيرة بالنمو قليلا قليلا جذورا وساقا وأوراقا جاء فصل الربيح وبدأت الأسهار بالتفتح طارت فراشة حول النبتة الفراشة دعيني أمتص من رحيقك النبتة جميع من قابلتهم قد منحون الكثير التربة والمطر والشمس وأريد أن أكون معطاءة مثلهم تفضلي واتوي من رحيقي وفي فصل الصيف تحولت الأسهار إلى ثمار بفضل الله ثم الفراشة وفي أواخر الصيف سقطت ثمرة على الأرض واحتضنتها التربة وبداخلها بذرة ودخلت في سبات